الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخفف الله أعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب زيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذ بيثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين أقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقورتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعلوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم قل فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب أما الله بظافر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ونقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا يقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرضوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس من اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا وهو مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بسم الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الظالمين ولقد جاتكم موسى بالبينات ثم اتغذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاغكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بغوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا فاشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئن يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجننهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحسه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لله فإنه نزله على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه دون وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وميكال وميكال فإن الله عدوا للكافرين ونقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أما كلما عهدوا عهدا نبثوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبث فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ذوبت من عند الله الخير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لا تقولوا رعنا وقلوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والأشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله طل فضل العظيم الله يختص برحمته من أجل 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يرتدي في الكفر بعد الإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا وتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجلوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فمن أصلم وجهه لله وهو محسن فلو أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت النصارا ليست اليهود وقالوا عليها شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجل الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتقذ الله ولدى سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فريع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لأولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات القوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل أن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليحود وللنصارى حتى تتبع ملة أهم قل إن أود الله هو الهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إصرائي نذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأنني فضعتوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلون فلا تنفرها شفاعة ولا هم ينصرون اللهم صلى الله عليه وسلم رحمه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكراً لكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين يهلل الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مقاما للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلجاً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر سنوتعه قليلاً ثمن اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد ويالبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتف علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لم يصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن ولا أنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قلخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي النبيون مروا بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقرهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فسيكفيك أهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون ونتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ونكم أعمالكم ونحن له مسلمون الله سيكفيك أهمه سيكفيك أهمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة